احنا بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامج شباب على الهوى بنرحب بيكم معنا النهاردة والنهاردة وزي كل يوم احنا بنقدم كل ما يهم الشباب دايما من خلال حلقاتنا بنستضيف نمازج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري شبابنا دايما عنده افكار مختلفة افكار جديدة موهوبين في جميع المجالات ابطال مخترعين مبتكرين فاحنا دايما بنحب نديهم فرص من خلال برنامجنا احنا كمان نسمع لهم ونتعلم منهم في نفس الوقت النهاردة معنا حلقة مميزة احنا معنا ابطال رياضيين زاوي الهمم طبعا نموذج مشرف جدا للشباب المصري حيكون معنا النهاردة وحنتكلم عن بطولاتهم فهي دي حلقتنا النهاردة لكن قبل من نبتدي حلقتنا حنطلع لفاصل الاول ونرجع تاني احنا طبعا شايفين اهتمام الدولة الكبير بزاوي الهمم وزاوي القدرات الخاصة احنا الحقيقة لازم نهتم بيهم لازم نقدم لهم خدمات لازم نديهم فرص كتيرة جدا وكبيرة نسبة الفرص المفروض تبقى عالية بالنسبة لهم احنا النهاردة هنتكلم او في تقرير عن قدرات زاوي الهمم الحقيقة في منهم عندهم قدرات كبيرة جدا وقدرات خاصة جدا بالتدريب دايما كل حاجة ممكن تتحسن احنا لو اهتمنا بزاوي الهمم ممكن نطلع منهم نتائج احنا مش متوقعينها على الاطلاق زي ما قلت في منهم عبقرة فخلينا نشوف دلوقتي التقرير عن قدرات زاوي الهمم ونرجع تاني معكم تانيا وطبعا احنا زي ما قلت دايما احنا من خلال برنامجنا دايما بنستضيف نمازج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري وانا الحقيقة معايا اتنين من الشباب المزج المشرفة والمشرفة زي ما شوفنا وزي ما بنلاحظ الايام دي ان الدولة مهتمة اهتمام كبير جدا بزاوي الهمم هم عندهم قدرات كبيرة جدا وهم متميزين في حاجة اثبتوا نفسهم سواء ابطار رياضيين سواء في مجال الفن الفلون سواء في مجال الكتابة العلم يعني في حاجات كتير جدا الحقيقة لازم نهتم بيهم لازم نقدم لهم خدمات اكتر بكتير من اللي موجود وعشان كده الدولة مهتمة بيهم جدا زي ما احنا شايفين بتهتم بيهم بتديهم فرص انا معايا الحقيقة ديوفي النهاردة الكابتن عبد الرحمن سليم هو بطل كاس مصر في السباحة من زاوي الهمم وبيستعد حاليا لعبور المنش كمان معايا كابتن علي محمد هو يعني للاسف حصل له اصابة شديدة هنعرف تفاصلها خلال اللقاء وهنتكلم معاه هو حاليا بطل الجمهورية في تنس التولة ومن زاوي الهمم انا برحب بيكم معانا النهاردة اه كابتن عبد الرحمن يعني واضح انك بطل رياضي حصلت على العديد من البطلات او الجوائز احكيلي بقى يعني انت حاليا بطل كاس مصر في السباحة انت بتحب الرياضة من امتى؟ والله احنا عندنا شغف دايما من منزل صغر يعني من منزل ولادة كلنا نفسها نطلع عبطال فالرياضة شيء اساسي في حياتك اه شيء اساسي وشيء بيساعدنا ان احنا نبقى اقوى نبقى اقوى لنفسنا بش عشان نسبة حاجة للحد فانا بحب الرياضة من صغري لعبت اكتر من لعبة رياضية من وانت طفل بتلعب الرياضة من وانا طفل بالزبط من سن صغير جدا واهلي ساعدوني يعني على ده اكتر فالعبت رياضات مختلفة زي السباحة ومسارعة وقرط القدم والرست والعب قوة بس اكتر حاجة يمكن بتبقى مناسبة لكل الاعقاط السباحة لان هي بتحس ان انت في الماية قادرة تطلعي كل حاجة لو انت بعد الشر بتتحركي بتقدر يتحركي اطرافك في الماية بسهولة فالسباحة بتبقى حاجة مميزة غير ان هي علاجية اصلا احكيني بقى عن البطولة بطولة كاس مصر في السباحة دي كانت انا حصلت على بطولتين يعني في سن متأخر شوية ان كنت مركز اكتر مع الحتة الدراسية والعلمية ان انا هكون قلصت في سن صغير يعني ماكنش اتأخرت في اي حاجة دراسية انت خلصت امتى؟ انا اتخرجت 2016 من كلية تجارة جامعة عن شمس طبعا حصلت على عديد من الدورات والتدريبات واشتغلت اكتر من حاجة يعني لغاية لما وصلت الحاجات تردى ان هي خليني فخور بنفسي يعني وسعيد وعندي الطموح ان انا اوصل لعالة من كده كمان بالنسبة للرياضة انا وصلت لبطولة جمهورية لترايسلون سلاسي جارية وسباحة وعاجل في 2019 حصلت على المركز التاني وبطولة كاس مصر السباحة دي كانت السنة دي حصلت برضو على المركز التاني يعني واطمع ان شاء الله ان حق المركز الاول المحاولة بتاعت عبر المانش دي ان شاء الله تبقى مع كابتن خالد شربي ده اول سباح في العالم يعبر بحر المانش بزراع واحد يعني في 16 ساعة فهو فخر لنا كلنا يعني بيديني قوة وتشجيع ان هو مش شخص عادي يعني طبعا مع المساعدة البطلة وشروة حافظ لعبة ولمبية طب احكيلي يعني انت اشتغلت على نفسك ازاي يعني انت وضح انك عندك ارادة رهيبة قوية جدا وعالية جدا الحمد لله اشتغلت على نفسك ازاي وإيه اللي خلي عندك الارادة الفضيعة دي اللي بتمنى ان كل الشاب يبقى عنده ارادتك دي سبحان الله بتبقى ايه كلنا فينا حتى سالي علي او كابتن خالد او ايه حد من ذو القدرات احنا مش ذو همم او مش ذو حاجة بتنقصنا يعني بالعكس احنا متحدين يعني اختلافنا ده او اللي مخلينا ان احنا مع بعض دايما فالارادة بتبقى حاجة مزروعة فينا احنا عندنا استمرارية فضيعة تسالي ايه حد عنده من ذو القدرات يعني مميز في حاجة سبحان الله ربنا خصصوا فيها سواء علم سواء رياضة سواء فكر او فهي الارادة دي حاجة اما غريزة في الانسان يعني بالذات انت عملت ايه مع نفسك اشتغلت على نفسك اشتغلت على نفسي ان فيش حاجة بتيجي بسهولة فحتى لو ما فيش مساعدات انا للأسف ما كانش فيه وانا صغير نادي بلعب فيه او مدربين او حد بيرعوني فابتديت ان انا وفى ده خلاص انا بالقدرات اللي عندي بامكانياتي مش شرطي بعندي كل حاجة لان لو استنيت كل حاجة مش هبتدي فانا لازم هبتدي بابسط الاشياء يعني بس فالارادة جت واحدة واحدة ومفقدتش الامل لا خالص الامل في ربنا ومش في بشر طب والاحباط اللي ساعات بيجي للناس بيجي عادي جدا بس لازم اطلع منه بسرعة ولازم ابقى اقوى واتعلم منه يعني هو اكيد هيجي واكيد هزعل بس لازم زي كل الناس بس كلها بيجي لأحباط اه بس لازم اكون اقوى بقى واتعلم من زعل اذا ما زعلوش هو هو يعني احاول ان انا وفركم او هبتدي اشتغل انك تعدي اه اعدي المحنة المحنة دي طيب هل انت كنت متوقع انك ممكن تبقى بطل رياضي وتوصل انك تاخد اه بطولات متوقع عشان املي في ربنا كبير يعني انا مؤمن بربنا قوي يعني والاسباب هو لو كان حصل لي كده من وانا صغير وخدت بطولات ممكن وانا كبير كان الموضعي بقى عادي يعني بس هو كل حاجة لها سبب فالاستمرارية والاراضة هي اللي هتخليكي تنجحي وتوصلي ابعد طموح يعني ياريت الكاميرا تجيب الشهادة دي الشهادة دي اه هي الشهادة قول لنا بحكينا اه دي الشهادة من استروك ايجيبت مجسسها كابتن خالد شالوي ده بطل عالم طبعا وسباح عالمي دي اكتياز لاختبارات لعبور المنش احنا شغالين على تدريبات بتبقى في الغرداء بتحت طبعا كابتن خالد وكابتن شرويت حافز فهي بتاعني يعني ان شاء الله بتدي امل وبتدي ان انا بتشجعني ان انا عديت الاختبارات وقدر عمل حاجة احسن معا ان شاء الله وبالنسبة للشهادة دي اه دي مركز تاني في بطولة التراسلون السلاسي الجارية وسباحة وعاجل حصلت عن مركز تاني في 2019 ان شاء الله استمر والهدف ان شاء الله مركز الاول دايما واول يعني ان شاء الله كابتن علي اهلا بك اولا انت تعرضت الحادثة احكيلي عن الظروف اولا انا اسم علي محمد عوض من محافظة كفر الشيخ مركز سيدي سالم اه عايت هنا في الجيزة من حوالي كم سنة في 2016 شهر سبعة كنت في البحر كنت في الشغل في اسكندرية فقلنا يوم جمعة ينزل للبحر يعني فوس حقيقا اه كنت يعني بنرافع عن نفسنا شوي نزلت المياه انا وصديق لي فبنط من فوق صخور كده نطيت مرة والتانية نطيت على رقابتي قسرت فكرة خمسة وستة في الرقابة طبعا اللحظة جسم كله انشال ما عدتش حاسس باي حاجة مرمى على وش في المياه بخبط في الناس واللي بخبط فيه كان بيزقيني بعيد عنه على اساس انه بهذر اه المهم الحمد لله ربنا قدرنا والناس اللي كانت حوالينا يعني يساعدونا وطلعونا بره بره الشطو كده جابونا عربة السعاف قعدت يطلع حوالي 8 شهر في في المستشفى اه بعد الحدث دخلت في دور اكتئاب اه حوالي سنة وشوية طبعا اكتئاب حاجة خرجت منه بطريقة بصعوبة يعني كله فضل ربنا بس كان قاس عليها شوية ان انا يعني اه كنت شاب بقى بلعب جنباز بقى تنطط بقى اش عارف ايه اه واخد كل حريتي في الحياة اه انت كنت بطر بجنباز قبل الحدثة؟ انا كنت بلعب جنباز قبل الحدثة كنت بلعب نشاطات متعددة نشاطات رياضية متعددة اه كنت مهتم جدا بالرياضة مهتم جدا بالاكل الصحي مهتم جدا بشغلي كنت بحاول اكون مميز في كل حاجة قبل الحدثة اه حصل لان الحدثة اللي حصلتلي يعني اعتبر غيرت ما صار حياتي تماما حتى حولي سنة وشوية في حالة اكتئاب حالة تعندك كم سنة؟ انا حاليا عندي تلاتة وعشرين سنة اه اه تخطينا الحمد لله مرحلة الاكتئاب دي بسنة من الحدثة و وبدأت ان انا اعمل علاق طبيعي وكده سنة ونص بدأت ان انا احاول ان اكمل دراستي من فعتش اخش بعد الحدثة بسنة ونص الدراسة اه لان الحدثة كانت حصلت اه اثناء ما انا كنت في امتحانات تلتة سنوة قبل امتحانات تلتة سنوة ما دخلتش تلتة سنوة بقى لا انا عادت بعد تلتة سنوة دي حوالي سنتين او تلاتة وبعد كده كملت دراستي تلتة سنوة اخدت تلتة سنوة حاليا بدرس في معت كمبيوتر اخدت اخدت الحدثة اللي حصلت لي دي كتجربة ان انا اديها لأي حد محتاجها ان هو يعني اي شخص مننا لما بيحصل له اصابة لما يبقى كامل جسديا وما فيش اي مشكلة ويحصل له اصابة بيخش في حالة ان هو يعني مفيش غيري انا اللي حصل لده انا الواحد اللي حصل لالاصابة دي ومش شايف انه ممكن تكون هتغير حياته الاحسن لا اهو بيبص له ان هي دي خلاص هي الدنيا وقفت على كده طبعا والد و والدتي هساعدوني كتير ان انا هتخطى المرحلة اللي هي بتبقى بعد الاصابة لان دي بتبقى مرحلة لتخيارك ما بين شخص مهزوم طول حياتك لشخص يكون قوي وانه يكون دور ليه دور وليه هدف في الحياة ويكون كمان يعني يحاول انه يساعد الاخرين في بس انا شايف انك لابس ميداليا الميدال ده حصلت عليها من كم شهر كنا في بطولة في اسماعيلية الحمد لله وربنا وفقني واخدت مركز ثالث في بطولة في بطولة التنس طولة مبروك ألف ألف مبروك كان هدف كان هدف السنة دي في 2021 السنة اللي فاتت اقصد ان انا يكون ليا دور في النشاطات الرياضية ان انا يكون ليه هدف عايز اوصل هدف انت تعديت برضو يعني قدرت اتعدي بالارادة الفظيعة القوية اللي عندك المراحل صعبة جدا جدا اه واصبحت بطل برضو هو انا عايز اقولك هو انا ما اصبحت بطل غير بعد تحدي كبير جدا مع نفسي لان في فرق لما انا عايش طول حياتي باختلاف جسدي مع عشان كده بقولك انت عديت بمرحلة صعبة فرق ان انا مثلا ااخد مرحلة في حياتي ان انا اكمل على كورس المتحرك مثلا فالموضوع كان من نسبة لي صعب شوية بس ما كانش مستحيل حتى انا حطت البطولة قدام عيني ان انا عملتها في صورة كده على التليفون عندي وقلت ان شاء الله كتبت كده ان شاء الله هكون بطل تنس طولة السنة عايز اقولك انا اخدت البطولة في شهر 12 في 22-12-2021 قبل نهاية السنة اللي فات فده كان هدف برضو شجعني كتير جدا واتح لفكرة اكتر ان انا اكون يعني انسان مميز في كل الشي عندي من خلال صفحيتي على الفيسبوك ان انا بحاول اوصل لعدد كبير من اصحاب الهمم اسمها ايه صفحتك على الفيسبوك؟ علي محمد عوض علي محمد عوض اه اه وصلت الناس كتير بالفعل للسنين الماضية وبحاول ان او اوصل لناس كتير بحيس ان هما ياخدوا كتجربتي دفع دفع ليهم يعني دفع معناه وليهم اه يعني الحمد لله الدنيا بتمشي بس بنحتاج ارادة وبنحتاج عزيمة ما بنحتاجش اللي احنا نبص على الحاجة المفقودة من اللي احنا نبص على الحاجة اللي الموجودة عندنا ونحاول نخليها احسن حاجة في الدنيا ونحاول نخليها حاجة ايه مميزة طب انا عندي سؤال يعني تفضل هل انت لو هل في يعني امل في العلاج لو سفرت برا ما سفرت انا حاليا هو فيه عملياته كده انا حاليا في الجيزة هنا سبب اقامت في الجيزة ان انا عشان اكون قريب من مركز العلاج الطبيعي بتعالك هنا علاج طبيعي مستمر كل يوم وفي نفس الوقت يعني متجه لعلاجه وفي نفس الوقت بتابع النشرة الرياضي بتاعي فيه عمليات بتكلف بتتخطى المليون وشوية بتتعمل في مصر ولا في الخارج بتتعمل في الخارج ده حاجة اسمها الشراحة الزكية ده ده شريحة بتكون متصلة في مكان الاصابة بتعدي الاشارات من مكان الاصابة للمكان من على الاصابة يعني إنها بتحاول توصل من الجزء السليم للجزء السليم بتتخطي الجزء اللي في الإصابة ده دي مكلفة جداً طبعاً مش مقدرت إن أنا يكون يعني إن أنا أكون والله إحنا إحنا بالناشد المسؤولين إن هم يتبنوا حالة علي أو أي حد يعني فعل خير سمعنا بالصفة دلوقتي ويقدر يتبنى حالة علي وعنده 23 سنة وجات له الإصابة دي من ثلاث أربع سنين يعني نقدر نساعده إن إحنا يعدي المحنة دي نتمنى إنه يعني لو في أي حد سمعنا يقدر يساعده أو يكون يعني يعمل له أي حاجة فيها الخير طيب كابتن عبد الرحمن إذن أنت يعني أنت دلوقتي بتشتغل؟ أه الحمد لله أنا بشتغل بشركة عالمية بتشتغل في شركة عالمية أه وفي نفس الوقت بتتمرن بعض نفس الوقت بتتمرن فموضوع صعب يعني إن أنا برضو مليش راعي فأنا اللي بحاول أخلي التزاماتي وأوفق تمريني ومعداتي بالزبط والمعسكرات اللي بعملها بس يعني الحمد لله المكان اللي أنا بشتغل فيه برضو داعم ليه جداً بمدريني حتى أهلي حتى يعني فيه ناس ممكن الواحد ما يتوقعش إن هم ما يكونوا داعمين ساعة المحنة بجد بس فيه مصرين كتير فيه يوم خير وفيه أهلنا كتير ناس بتحبونا بتتمرن قد إيه في اليوم؟ بتتمرن قد إيه في اليوم؟ بتتمرن كل يوم؟ بتتمرن كل يوم يعني بيتروح من خمس لست يام في الأسبوع تمرين بيبقى فيه حاجات طبعاً فتنس وفيه حاجات في المعيب باتطر أعملها حتى وأنا هنا في القايرة بحاول أقلب نفسي لغاية لما بسافر أحضر معسكرات مع الكابت المتاعي فبيبقى تقريباً يعني بشبه يوم التمرين إيه إيه يعني دايماً الواحد بيبقى ليه خطة كده الإنسان المتفوق دايماً بيبقى حطت خطة لنفسه إيه خطتك لنفسك قدامك؟ سريعاً كل واحد فيكو يقول لي سريعاً خطة في النفسي سريعاً ممكن أوصل لحاجات عالمية أكتر الطموح ما بيقفش نفسي أشرف بلدي أكتر ونرفع عالم مصر كلنا نفسي أكون داعم وأكون حقيقي إن أنا قدر أساعد الناس برضو منزول همم أو حتى من ناس الأسوياء قدر أكون مصدر إلهام أو مصدر قوة إنه هو لا يلا كلنا نشجع بعض ويلا كلنا نوصل لحاجات عالمية نفسي أعلى أولمبيات إن شاء الله بإذن الله وبالنسبة لك أنا إن شاء الله ناوي إن أنا أكون يعني مميز جداً في تنس الطاولة لأن دي لعبة أنا لقيت نفسي فيها في أنت تروحي مكان تحس إن أنت المكان ده محتويك إن أنت لازم أن تكون يعني الشخص المميز في اللعبة فده أنا إن شاء الله ناوي إن أنا أكون شخص مميز جداً في تنس الطاولة وأوصل لبطولات كتير وبطولات عالمية بإذن الله تعالى طبعاً في ناس كتير كانوا سبب إن أنا أتاجه للرياضة منهم كابتن إبراهيم حمدته كان جزء كبير معناولية لأن أنا أهتم باللعبة أكتر لأنه كان يعني شخصي بيبذلوا جهد كبير إن هما يكونوا موجودين في المجتمع أنا بشكركم جداً بتمنى لكم التوفيق بشكركم جداً جداً على وقودكم معنا مشاهدينا انتهينا من حلقتنا النهاردة بكرة إن شاء الله حلقة جديدة ببرنامج شباب هالهوا